اشتركوا في القناة اذهب الى image واقوم باضافة image as plain اذا لم تكنوا تملكون هذه الخاصية نذهب هنا الى edit pre-references الى addon ونكتب هنا في خانة البحث image فتظهر هذه هذه هنا ونقوم بتفعيلها من خلال هذا checkbox واقوم بحفظ هذه الاعدادات من save pre-references عندما تقومون بذلك ستظهر لكم هنا في shift a image وimage as plain ثم نقوم بتحميل هذه الصورة صورت texture هي مرفقة في الوصف اسفل الفيديو اقوم بتحديدها واضغط import image as plain يعني هي لوح ويحتوي على texture صورة اقوم بتدويرها R90 ثم اقوم بتكبيرها بـ S واضعوها تماما تحت الكورات G Z بهذه الطريقة ثم اذهب الى الاعلى بالرقم سبعة واقوم بتدويرها بـ 90 درجة R90 بهذه الكيفية اقوم بتكبيرها قليلا فالان ساقوم بانشاء العشب العشب طبعا يشبه الشعر فلانشاء العشب نقوم باستعمال خاصية Particle System اذا لا تعرفون ما هو Particle System انصحكم بمشاهدة الفيديو من كرس كأس العصير فمن خلالي قمنا بشرح خاصية Particle System فاذهب الى ايقونة Particle System من هنا واضغط على Plus واختار Here فتشاهدون انشاء شعر لكنه في الاتجاه السفلي فلتصحيح ذلك نقوم بتدوير هذا اللوح بـ 180 درجة اضغط R 180 فيصبح بهذا الشكل الى الاعلى والان ساقوم بتخفيض قيمة او طول هذا الشعر الى 0.01 هي قليلة جدا سأضع 0.01 قليلة ايضا 0.5 تكون جيدة بهذا الكيفية الان اقوم بتفعيل هذه Advanced واذهب الى physics واقوم بزيادة في قيمة في هذه القيمة هنا فيصبح بهذا الشكل العشوائي بهذه الطريقة ثم اقوم بزيادة عدد العشب فاضعه الى 100000 فاضيف سفرين هنا بهذا الطريقة ويصبح العشب كثيف بهذا الكيفية يمكن تحول الى وضع الماتيريا لمشاهدة ذلك يبدو جميل لكن حجمه كبير جدا سأضع عند السفر فاصل واحد بهذا الكيفية حتى تظهر الكورة الان ساقوم بتغيير موضع الكاميرا حتى تكون في مقابلة او مركزة على الكورة فاذهب اكون في الزاوية الامامية وأضغط كونترول آلت صفر بهذا الكيفية وأحدد الكاميرا من خلال الضغط على هذا الإطار هنا وأضغط GX وأقوم بجعل الكورة في منتصف المشهد ثم أذهب الى هذه الايقونة هنا حتى أجعل الصورة مربعة الشكل فأقوم بتحويل هذه القيمة الى 1080 بيكسل بهذا الكيفية وأعمل زوم لالكورة بتحريك الكاميرا الى الامام GY بهذا الكيفية GY حتى نركز على الكورة جميل الآن سأقوم بإضافة صورة HDRA للمشهد حتى نعطيه إضاءة واقعية ونعطيه هذا الخلفية الرمادية خلفية حقيقية نذهب الى هذه الايقونة الايقونة العالم هنا وأضغط على هذه النقطة من Color وأختار Environment Texture وأقوم بتحميلها من خلال الزر Open من هنا وأقوم بتحميل هذه صورة الـ HDRA هي مرفقة في الوصف أشفل الفيديو لكن يمكنكم استعمال أي صورة تريدون للعالم المحيط بالكورة Open Image ونذهب الى قائمة الرندر أو أيقونة الرندر من هنا تأخذ بعض الوقت قليلا لأن الصورة هذه كبيرة الحجم فتشاهدون الآن أصبحت بهذه الإضاءة نذهب الى Shading حتى يتسنى لنا تدوير أيقونة العالم هذه أو صورة العالم هذه نذهب الى Shading ونذهب الى World هنا ونقوم بإضافة نود Mapping Shift A من Vector Mapping ونضع هنا وShift A مجددا ومن Input نضع Texture Coordinate فكما شرحنا في كورس العصير هذين النودين يسمحان لنا بالتحكم بال Texture بتدويرها وتكبيرها وما إلى ذلك فنسحب ونربطه من هنا ونسحب من Vector ونربطه مع Vector أضغط على صفر لرؤية المشهد من الكاميرا وأذهب إلى إيقونة الرندل وأقوم بتدوير Texture العالم على المحور Z بهذه الكيفية وأضع الشمس مباشرة خلف الكرة تشاهد الآن يظهر لنا هذا الحقل هنا وهذه الأشجار فأنا لا أريدها أن تظهر بشكل واضح فلذلك أقوم بتكبير أو بتغيير إعدادات اللوكيشن يعني موضع الصورة فربما أزيد من Z 0.1 نعم أجعلها 0.05 جميل هي الآن جيدة لكن كما تشاهدون الآن الصورة بRender EV فنضغط هنا على Ambient Occlusion لتفعيلها وأضغط على Bloom لإعطاء هذا اللمعان أو هذه الإضاءة من الشمس أضغط أيضا على Screen Space Reflection حتى تعطي بعض الReflection هنا وهذه إعدادات EV لكن لا تبدو بصورة واقعية جدا أو ربما إذا تحولنا إلى Cycles فنشاهد نتيجة أكثر واقعية فلنتحول إلى Cycles هنا إذا لا تعرفون الفرق بين EV و Cycles أو ما هو Render أو ما هو Render Engine أنصحكم بمتابعة الدرس الخامس من سلسلة شرح برنامج بلندر وكورس العصير فأتحول من هنا إلى Cycles تأخذ بعض الوقت كما قلنا Cycles أبطأ قليلا لكن نتيجته سيكون أفضل فنشاهد أنا أظن أن النتيجة في Cycles أفضل تماما من EV لمقارنة ذلك نذهب هنا إلى إيقونة الماتيريال وأضغط على هذا السن وأختار Sun Light و Sun World فيمكن التحول بين هذين الأيقونتين لمشاهدة Cycles من جهة و EV من جهة أخرى ففي هذه سيكون Cycles كما نشاهد ومن هذه سيكون EV الآن سأقوم بتعديل على ماتيريال العشق أحدد هذا اللوح هنا أذهب هنا إلى Object فأقوم بتحريك هذه هنا قليلا فماتيريال العشق أو ماتيريال النباتات بصفة عامة أو أوراق العشجار هو ماتيريال يسمح بنفاذ ضوء الشمس من خلاله فلإنشاء ذلك نقوم بإضافة Shader Translucent فأقوم بShift A Shader وأختار Translucent هنا وأضعه هنا هذا الشيدر يسمح أو ينشئ خامات تسمح بنفاذ الضوء مثل العشق أو أوراق الأشجار أو بعض أنواع البلاستيك أو القمش فأنا أضفته هنا كيف نمزجه مع هذا الشيدر أقوم بإضافة Shift A وأختار Mix Shader فهذا Mix Shader يسمح لنا بمزج اثنين من الشيدر فهذا شيدر وهذا شيدر سأربط هذا المنفذ مع هذا فالشيدر أصبح باللون الأبيض وهذا راجع إلى هذا اللون هنا فأقوم بربط منفذ الكولر من التكشور وأربطه مع منفذ الكولر في الترانسلوسنت فأصبح لدينا هذا فأصبح العشق بهذا الكيفية أقوم قليلا بتخفيق قيمة الروفنس لأنه لامع قليلا وأشاهد أيضا بـ Cycles كيف تبدو النتيجة كما تشاهدون العشب أصبح أكثر واقعية فهو يسمح أيضا بنفاذ الضوء بهذه الطريقة لكن أظن أنه طول العشب كبير قليلا فأقوم بتخفيذه أيضا 0.09 مثلا أو 0.05 أظن أنه أجمل بكثير كما أنه العشب يبدو واقعي إلى حد بعيد ألقاكم في الدرس القادم بحول الله حيث نقوم بإضافة بعض الاتساخ والخدوش على خامة الكرة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته